في الوقت الذي تتقدم فيه قوات سوريا الديمقراطية باتجاه مناطق احتلال داعش من المحورين الشمالي والشارقي أفدت تقارير بأن ألاف الأشخاص يفرون من الرقة ما ألزم مسؤولين محليين بالرقة البحث عن طرق آمنة للمدنيين المزيد في سياق هذا التقرير أطلقت الكثير من التحذيرات الأمامية في الآوينة الأخيرة حول ألاف المدنيين العالقين في بعض مناطق داعش في الرقة والذين لا يجرؤون على الفرار خوفا من التنظيم الذي يهدد بتصفيتهم ما جعل مسؤولين محليين وشيوخ عشائر سوريين يقودون محادثات لضمان ممرات آمنة لخروج المدنيين من أجزاء في الرقة التي يحتلها تنظيم داعش حيث يحتجز التنظيم المدنيين ليستخدمهم كدروع بشرية هذا وقد أعلن المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية أن قرابة 200 مدني تمكن من الخروج من الرقة في الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى مناطق سيطرتها حيث أجبرت المعارك في الرقة عشرات آلاف المدنيين على الفرار من المدينة وتقدر الأمم المتحدة أن نحو ثمانية آلاف لا يزالون عالقين فيها علما بأن معقل داعش في سوريا تقلص إلى آخر حدوده بعدما خسر التنظيم على مدى أشهر من المعارك مع قوات سوريا الديمقراطية قرابة 90% من مساحة احتلاله في الرقة كما مني التنظيم المسؤول عن هجمات دموية حول العالم بهزائم متتالية في سوريا والعراق على وقع تقدم خصومه على جبهات عدة ترجمة نانسي قنقر